هنا في إحدى المنظمات الحقوقية يقف التمويل عائقاً أمام قدرة العاملين بها على إنجاز مهامهم خلال السباق الانتخابي الرئاسي القادم لتأخر صدور اللائحة التنفيذية في استخدام للموافقات على التمويل أجنبي للتحكم في الجمعيات الأهلية والتحكم في نوع الأنشطة اللي بتعملها والتحكم في الشكل الأنشطة ومدى ولأها إذا جاز التعبير للأمن أو للوزارة أو للحكومة فدي مسألة بصراحة تحولت موضوع التمويل إلى سيف في إيد الحكومة للضغط على قرار الجمعيات الأهلية وفقاً لللجنة العليا للانتخابات عدد الجمعيات الأهلية أو نظامات المهدية اللي تقدمت واخدت موافقات أقلب 44% من اللي تقدمت في انتخابات 2012 أحمد الفوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني التي حصلت على موافقات حكومية وبدأت في مزاولة العديد من مهامها نحن جغالين في قانون لنا اعتراضات عليه ولكن بنشتغل في ظل هذا القانون تمام؟ أنا كمؤسسة أنا مخدتش تموي وعن رغم من ذلك أنا هشتغل ب3000 متابع وهتابع العملية الانتخابية فيه قواعد وقوانين بتقول والله يا جماعة اللي محتاجي رائب الانتخابات شروط 1, 2, 3 الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في القرار رقم 8 الشروط للواجب توفرة في المنظمات الدولية والمحلية تمام؟ ما يجيش كيان غير قانوني مركز الشركة محاماة ويقول لك أنا عاوز رائب الانتخابات ما هو أنت أصلا غير خاضع لرقابة الدولة تجنبا لمأزق التمويل الذي قد يحول بين المنظمات والجمعيات الحقوقية ومباشرة الرقابة على الانتخابات الرئاسية سعت تلك المنظمات إلى تشكيل غرفة مشتركة لمراقبة الانتخابات الرئاسية